طنف اللي انا كنت بستورده ده الامحي خلاص هنروح للطماطم وروح للفلفل وفيه الفراولة وحاجات كتيرة ده موجوده محافظة الاليوبية في مركز طوخ الزراع اللي قدام حضراتكم ده نموذج وبالمناسبة هتسمعوا ده مش موجود في طوخ بس قالك لا ده احنا نستنبط الزراعات النهاردة بهذا بالمناخ اللي موجود في طوخ وانا بعمل زيه في في مطروح وعمل زيه في سهاج وعمل زيه في اسود يعني مناخ كل محافظة بعمل لها زراعة استنبط سلالة جديدة صنف جديد من البزور او التقاوي للمحافظة الفلانية اوقف هنا يوسف لو سمحت ده الطماطم ده الصنف المصري ده الاختراع او الانتاج المصري العلماء المصريين اللي انا بحييهم باقل امكانيات ولكن الناس اشتغلت في ناس يا جماعة شغالة في البلد لا قال لي كورونا وانا هتكلم على كورونا اكيد بعد شوية ولك قال لي لا ده اشتغل واعد في المزارع دية عشان يستنبط تقاوي جديدة مصرية وهذه التقاوي بتعمل انتاج كبير وريني يا يوسف لو سمحت وريني شجر الطماطم المصرية والانتاج خلي بالكو ده البشاير اللي قدامك دي بشاير يعني اقول بسم الله ما شاء الله اوقف هنا اوقف هنا اوقف هنا اقول بسم الله ما شاء الله زي ما انا قلت اول ما شفتها الطماطم ده الشجر اللي قدامك دي هتطول اربعة متر طول ما هي طلعة طلعة بترمي بتجيب بترمي طماطم منتج بتطلع يعني الشجر دي بسم الله ما شاء الله تعمل لي كم كيلو الوحدة وتطلع وبعدين تروح نزل ايضا الفروع بتاعتها وهي بترمي كمان يعني طلعة مليانة انتاج وهي نزلة كمان مليانة انتاج وريني يوسف اخرت شجرة لحد الوقت وهي طلعة وريني لو سمحت وريني بور حضراتكم حاجة مصر مصر الجميلة المنتج المصري اللي هو شغالين عليه النهاردة علماء مصر في هذا المشروع القومي اللي بقول له حضرتك ده المشروع بتاعنا ده امن غزائي حقيقي ده الامن الغزائي الرئيس عايز يوصل اننا يبقى عندي قادي قدام حضراتكم الاشجار الطماطم مين اللي عملها الباحثين او الباحثون المصريون مركز البحوث الزراعية تابع وزارة الزراعة عندنه علماء عندنه علماء عندنه عقول قدرت تعب تستنبط كل الخضار مصري النهاردة عارف سجله كم صنف كم صنف خضار باياد مصرية تلاتة وعشرين صنف الاول مرة في تاريخنا كنت انا باستوردهم بادفع دولارات عشرات ومئات الدولارات مليه من الدولارات استورد البزور والتقاوي من برة من هولندا ومن امريكا ومن ومن دول كتيرة او اسبانيا وغيرها النهاردة انا بعمل جزء كبير بس خليوا بالكوا ده عايز سنوات كمان وعايز امكانات ضخمة لازم ضخمة